هذا وكان محافظ البنك المركزي اليمني قد أصدر القرار رقم 20 لسنة 2024 ميلادية بشأن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف لفشلها في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الامتثال متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والسمرارها في تعامل مع جماعة مصنفة إرهابيا وكذا تنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي ونصت المدى الأولى من القرار رقم 20 لسنة 2024 أن على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية وقف التعامل مع بنك التضامن وبنك اليمن والكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي فيما نصت المادة الثانية أن على البنوك والمصارف المذكورة الاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر وأوضح القرار أن مخالفة هذه البنوك تطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الامتثال لأحكام القانون وحرصا على سلامة القطاع المصرفي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة